بالنسبة لهيك مؤتمراتي دائماً تعقد باستمرار مش جهة واحدة تكون منفذة مجموعة جهات من كل مختلف أنحاء العالم بينظموا دائماً هيك اجتماعات فعلاً اللي يحاكوا اجتماعات الأمم المتحدة والاجتماعات الدبلوماسية الرفيعة على ذات المستوى العالي جميل طبعاً هذا المؤتمر بالذات نحن دعينا عليه كفريق هيلبتيم الوحيدين السوريين اللي شاركنا فيه حتى لما وصلنا تفاجأوا لما نشافوا وعرفوا أننا نحن سوريين في حدا منهم أنه ما كان يعرف شو عميسير بسوريا حرفياً وأما أنا ما عم بالغ حرفياً والشباب كانوا موجودين معنا ما بيعرف شو عميسير بسوريا صراحة فنحن كان الهدف الرسالة أنه نوصل الصوت لهاي الأماكن نوصل الصوت لحدا ما عم يعرف شو عميسير بسوريا مو بس عن طريق السوشال ميديا حتى عن طريق لقاءات ومؤتمرات الدبلوماسية يعني أنتوا كنتوا أول فريق سوري شارك في هاي المؤتمرات وأول فريق أول مرة بشارك يعني فيه كان سوريين قبل أن تقلت لي أنه هاي المؤتمرات أو الاجتماعات بتصير بشكل متكرر كنتوا أول يعني كسوريين أول مرة بتشاركوا بهيك مؤتمرات هلا هذا المؤتمر لبس ديبلوماتيس نحن أول سوريين نشارك فيه من ممكن من أول تأسيس لليوم هذا لدرجة أنه وصلنا لقينا ممثل سوريا حاطة الإي دي من تشد آه جميل هذا الممثل سوريا هناك صور كمان عم نتابع هلا نحن مع المتابعين يعني كنتوا أنتم موجودين شارك بالمؤتمر السفراء ودبلوماسيين من كل أنحاء العالم وحكوا عن قضايا مختلفة وطرحوا حلول إلى أنتوا حكيتوا عن مخيمات صح؟ حكينا عن قضية إنسانية بشكل عاما شو حكيتوا؟ يعني في عنا نحن مسارين مسار سياسي لازم ينحكى ومسار إنساني لازم ينحكى فالمسار السياسي فيه ناس عم تحكي وفيه شباب عم يطلعوا له منابر كبيرة عم تحكي صراحة المسار الإنساني اللي هو فقط إيصال صوت الناس المظلومين المسحوقين في الشمال السوري وفي بلاد اللجوء الجوعانين اللي ما عندهم مثلا خلال سكان خيام يعني تفاصيل كل المشاريع الإنسانية بشكل عام والدعوة للعالم كله الالتفات لمرحلة الاستدامة أكثر من مرحلة تقديم المساعدة اللي هي لمرة واحدة فقط جميل يعني أيمن ضمن التطورات الأخيرة والتصريحات اللي عم نشوفه نحن هلأ وخاصة حول موضوع اللاجئين يعني بكل مكان عم بيكون اللاجئين هنا الحلقة الأضعف نشوف نحن بلبنان مع الأسف دائما بيكون الحديث ضد اللاجئين بتركيا بعض التصريحات هاي الاجتماعات قده مفيدة يعني مفيدة للاجئين ومفيدة لكم كفريق هلبتين لي تسليط الضوء على الواقع الإنساني مثل ما حكيت أنت اللي عبيعيش السوريين نعم هلأ هلأ خلينا عكي شوي بس بعيدا عن تسميات يعني بلا هلبتين بلا فلان بلا علتان بدور أي اسم حالة إنسانية وقضية إنسانية لازم توصل هلأ نحن حكينا هون بهذا المؤتمر الناس اللي شافونا والناس اللي راح يوصلوا صوتنا مضرور يتوصلوا معنا على الأقل هلنفهموا أنه في قضية سورية تحتاج واحد اثنين ثلاثة فراح يعني يصير فيه انتباه عليها الاجتماعات هذه مهمة مش بس الاجتماعات مهم أنه نحن نوصل صوتنا ولو لشخص بأقصى العالم ولو لشخص نظن أنه يمكن ما راح يفيد قضيتنا ولكن لازم نوصل له صوتنا عبدالقادر نحن بالفترة الأخيرة كل ياتنا متابعين السوشيال ميديا وكل ياتنا متابعين أخباره عم نشوف القضية السورية اليوم صفت شوي مخيفة بالنسبة لكتير شعوب صحيح على الأقل زمو مخيفة عم ياخدوا حذر منها فالناس عم تحس أنه في إرهاب الموضوع هذا اللي يصدر صراحة من خلال تعرفوا أنتو شو صغار نحن اليوم دورنا نغير هاي النظران دورنا نوصل الفكرة أنه لا نحن سوريين أنا حكيت بالمؤتمر قلت أنه نحن طلابنا بالجامعات عم ياخدوا درجات الأولى وإنتو ما بتعرفوا إيه قلت لون أنتو ما بتعرفوا أنه في عنا طلاب عم ياخدوا درجات الأولى بكبرى الجامعات أيضا هذا إرهابي هذا يعني بعد ما عاشوا كل سنوات الحرب والقتال اللي بيشوفوه هن يعني حتى مثل ما حكيت أنت نسميه ولو كانت أنه سنوات الحرب الأهلية بيسموها أو الإرهاب أو غيرها يعني الطلاب عم ياخدوا الأولى فكانت يعني بأعتقد ردة فعله أنه واو لا لا أعجبوا جدا وتفاعلوا حتى في كثير من الشخصيات أخدونا على اجتماعات وحالهامش وعادنا معاهم وتناقشنا في مواضيع ما رح قلت لك أنه عملنا ببروتوكولات لا ولكن وصلنا للنصور هن ما كانوا فهمانينا الصح صراحة طيب أيمن يعني شو فكرة المؤتمر غير محاكاة الأمم المتحدة يعني هلأ مثلا البعض بقول لك أنه يا أخي الأمم المتحدة بجلالة قدرة ما طلع معا شي ما قدرت تقدم شي للسوريين هاي اللي عبتكون يعني محاكاة لهم فيها بالفعل يعني بتعمل شي؟ هلأ صراحة المحاكاة مش محاكاة بمعنى الفعل أو العمل تبع الأمم المتحدة هو محاكاة للتنظيم والدبلوماسية تبع الأمم المتحدة لا يعيشوا الناس الموجودين الموجودين طبعا المتدربين في منهم وفي منهم الناس يعني منضمين لا يعيشوا تجربة الأعدل الدبلوماسي والنقاش الدبلوماسي لا يكونوا نواة للدبلوماسيين فيما بعد هذا هو الأمر يعني المحاكاة مش محاكاة الأمم المتحدة بحد ذاته يعني كعمل ولكن محاكاة كبروتوكول طيب أيان يعني ليش أنتوا كنتوا الفريق السوري الوحيد اللي تم الدعوته يعني فريق هيلبتين في كتير فرق في كتير منظمات مرخصة مثلا دوليا إذا بدنا نسمي الوضع يعني ليش الفريق هيلبتين تحديدا تم دعوته لهذا المؤتمر؟ هو الله يعطيهم العافية كلهم الموجودين المرخصين والشغالين على الساحة السورية بالفترة الأخيرة والثقة اللي كسبناها عند الفئتين فئة المستفيد وفئة الناس اللي خلينا نقول الجمهور بين قوسين ناس اللي بره فنحنا كسبنا فضل الله ثقة عند الطرفين فهذا الأمر خولنا أنه بصراحة ندعى لهيك مؤتمرات ولسه مؤتمرات أخرى كمان دعينا إليها فلا دام راح نشوف إن شاء الله من خلال العلاقات القوية ومن خلال الثقة المتبذلة جميل جدا طيب شما تأملين بعد هذا الاجتماع؟ بعد هذا الاجتماع بالذات ما في أمل شي صراحة نحنا وصلنا صوت نحنا الطريق قدامنا طويل والمشوار طويل الشي اللي يلزمنا صراحة هو همة إنه نكون عندنا همة قوية ونركز إنه نحنا ما حنحقق الشي اللي بدنا بيوم أو يومين مؤتمر أو مؤتمرين مشروع أو مشروعين لأ المشوار طويل ولازم نكون قدل الحمل ونحنا إن شاء الله نستطيع بإذن الله حكيت عن الهمة كيف همتكم بالفريق؟ همتنا جدا عالية ما شاء الله ووجودكم ما شاء الله الله يأولكم يا رب طيب يعني أيمن نحنا يعني كثير حكينا معك عبر السكايب سابقا نعملنا لقاءات عن فريق هيلب تيم الفريق كيف عبيشوف الوضع الإنساني ما بتملوا ما بتيأسوا إنه يا أخي خلاص ولا شي بتاعك يعني آخر النهار إنه خلاص ما عم نقدر نعمل شي بتوصلوا له المرحلة هاي ولا لأ إنه متل ما حكيت أنت ولو نحنا ساعدنا شخص طفل حدا ساكن في خيمي هذا بتعتبروا نجاح كبير لكم شوف عبدالادر خلا أول شغلي لنفهم شغلي إنه فريق هيلب تيم نحنا منا مؤسسة منا من منظمة منا جهة دولية نحنا أبناء البلد نحنا أبناء المجتمع اللي عم يساعد هو جاري وجارك وأبن ضيعتي وأبن بلدي وأبن مدينتي وأبن البلد بالشكل عام ابن سوريا فنحنا مجموعة شباب منكمل بعضنا دائما باستمرار يعني ما أنا ما ظل دائما موجود أنا والشباب البقية ما ظلوا دائما موجودين فمنكمل بعضنا دائما بالعمل هذا عنا مخطط عمل اللي هو كل فترة من الفترات عنا حملة ندوا عليها المشاهير من أنحاء الوطن العربي وفي ناس عم تلبي الدعوة بيكون يومين أو ثلاثة وباقي الأمور كل الأيام كلها تخطيط وترتيب وتنفيذ للمقاررات اللي صارت في الحملة جميل طيب لما بتتوصل مع المشاهير زينا نسميهم أو اللي عندهم متابعين كدير مؤثرين حول العالم كانوا عرب أو غيرهم يعني حتى أحيانا نشوف في تواصل مع غير العرب جميل جدا ما بيكون في رد أحيانا سيئ من بعض الأشخاص أنه يا أخي ما نفاضي نحن لهيك قصص رد سيئ هيك حرفيا لا ولكن الشيء اللي بيزعجنا بالموضوع تجاهل صراحة ونحن عم نتحمل هذا الموضوع للغاية والهدف اللي طالعين عليها تجاهل في أسماء مرحة سمية طبعا لا نحن كل ما بدنا نشاهر بها بس يعني أنه الواحد عن جده ينزعج يعني أنه أنا أحكيك بقضية إنسانية آخر الشي فأنت بتجي أنه مثل ما حكيت لا ما بتتجاهل أو بترد بطريقة يعني غير صحيحة هو هذا الحكي أنه كان يكون التجاهل ويعباره عن رد متأخر بكلمات جدا مختصرة كلمة أو كلمتين وانت كاتبل وجريد ومفهم ومشارح الوضع وأحياناً في كثير صارت معنا أنه متفقين أنه بيوم تاريخ الفلاني في حملة فللأسف بالليل بيكونوا عم يعتزروا قبل بيوم؟ ايه قبل بليلة قبل بليلة عشان عندما يأبداً تحاول فبكونوا خربوا علينا الشغل هاي نعظم الأشياء اللي بتزعجنا والأشياء الأخرى اللي بتزعجنا صراحة هي في منهم بيتشرطوا ونحن طالين على حملة خيرية إنسانية فأنتي قاعدوا بتشرط لي طيران وفنادوك حبيب طلع على عسابك أنت جاي تعمل خير يا جاي تسوي خير فنحن ما غير الصعوبات شو بتواجهكم بحملاتكم يعني أنت عم تحكي أن كل فترة وفترة بتعملوا حملة شو الصعوبات اللي بتواجهوا أكتر شيء؟ جمع التبروات جمع التبروات أصعب شغلة إنك أنت تقنع لحدا يتبرع طيب كيف بتحاولوا تقنعوه؟ هلا نحن شوف إذا حكينا ما نحاول نقنعوه فنكون كتير جرن على أنفسنا نحن نعرض صورة نعرض صوت ونوصل رسالة ونشرح شرح فاللي بحب يتبرع فهو خلاص فهم الموضوع اللي ما بحب يتبرع نحن معنا نحاول معه صراحة أخيرا أيمن يعني وصلنا لختام اللقاء مع حضرتك كتير نحن يعني اليوم معنا حلقة استثنائية لأنك أنت موجود دائما مثل ما حكينا أنت بتكون خلف الكاميرا بنحكي عن طريق السكايب عن بعيد أول ما ندرينا أنك في إسطنبول حاولنا قدر الإمكان ننسق لحضورك معنا لهون للإستاديو وتشرفنا بالإستاديو شو رسالتك للسوريين اليوم اللي يتابعونا ويتابعوا فريق هلبتين شو بتقولهم؟ هلا بصراحة رسالتي ما ما بديها تبين كتير مثالية بس عن جد خلينا نحب بعض خلينا نفكر ببعض بشكل صحيح خلينا نفكر بفائدة جماعية مش فائدة فردية على الأقل نوصل لمرحلة نحقق الاستقرار فيها وبعدين كل أحد يشوف حياته نشوف الأشياء الشخصية جميل جدا وللسكان المخيمات شو بتقولهم؟ صبروا وصابروا الصبر جيد ما حدث من فتن ومشاكل وحروب من عهد رسول صلى الله عليه وسلم لليوم هذا أحيانا في فترات يكون أصعب ما حدث معنا بكثير وأيام مضت والله سبحانه وتعالى كافيا إن شاء الله ورسالتك لفريق هيلبتيم للكوادر للشباب والصبايل اللي معكم طبعا أنا دائما يلوموني يقولوني أنت باللقاءات ما عم تشكرنا والشكر هون والله صراحة لفريق هيلبتيم فلا هيك نحنا يعمل وجهه لهم فردا فردا الشكر فلا هيك أنا حبيت أنه تكون رسالة الله يعتك العافية فردا فردا صراحتك كل واحد باسمه من الكوادر الموجود اللي عم تشاركنا حاليا والكوادر اللي مشت طبعا يتفضل بدون أي نقاش